قوله وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة تتعلق به مسألة وقت وقبل إخراج زكاة الفطر فتؤدى زكاة الفطر يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة كما هو صريح في الحديث هنا وتمام قول ابن عمر أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فهذا هو وقت إخراجها وذلك لأن الغرض منها إغناء الفقراء عن طلب الطعام في هذا اليوم فيتفرغ قلبهم لما هم بصدده من صلاة العيد وليشاركوا إخوتهم المسلمين الفرح والسرور ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن تأخرت عن صلاة العيد كانت صدقة من الصدقات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي من الصدقات كما ويجوز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين لما ثبت في صحيح البخاري ضمن روايات نفس هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين أي يعطون زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين